بسم الله الرحمن الرحيم طولا وقصرا على مر الأيام وكذلك أيضا تعاقب الفصول لما في ذلك من المصالح والمنافع ومن هذه الفصول فصل الشتاء فالشتاء من آيات الله تعالى أدى له على قدرته سبحانه وتعالى وهو أيضا من مواسم الخير والبركة لأنه ميدان للتنافس بين المؤمنين في الأعمال الصالحة وما يقربهم إلى الله عز وجل والشتاء له أحكام وآداب ينبغي للمؤمن أن يعتني بها فمن ذلك أولا الإكثار من الأعمال الصالحة في هذا الفصل وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه وإنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات والعبادات فإن المؤمن يتمكن في فصل الشتاء من صيام نهاره من غير مشقة نظرا لقصر نهاره فلا يشعر بمشقة الصيام ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه ألا أدلكم على الغنيمة الباردة قالوا بلى قال الصيام في الشتاء فينبغي للمؤمن أن يحرص على الكثار من الصيام في فصل الشتاء نظرا لتيسره على المؤمن وأما قيام ليل الشتاء فلطوله فإن النفس تأخذ حظها من النوم ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة والقيام في فصل الشتاء قد يشق على النفوس من وجهين الوجه الأول من جهة تألم النفس بالقيام من الفراش في شدة البرد والوجه الثاني ما يحصل من إسباغ الوضوء في شدة البرد فإنه قد يحصل نوع من المشقة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك مرباط فذلك مرباط وقيام الليل فيه فضل عظيم وهو من صفات المؤمنين قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصيلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ومن الأحكام والآداب التي ينبغي للمرء أن يراعيها في هذا الفصل أن يتفقد إخوانه من الفقراء والمحتاجين فإنهم في فصل الشتاء قد تكون لهم حاجة شديدة إلى زيادة الملابس والفرش وما يتدفؤون به ولا سيما مع حاجتهم فإن هذا داخل في قول الله عز وجل أو إطعام في يوم ذي مسغبة فالإطعام والصدقة وتفقد حاجات الفقراء والمحاويج في أيام المساغب وأيام الشدة فيه أجر عظيم وثواب جزيل ومن الأحكام المتعلقة بفصل الشتاء أن يحرص المر على إسباغ الوضوء أي على إتمامه والإسباغ نوعان إسباغ واجب وهو غسل الأعضاء الأربعة التي أمر الله تعالى بها في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين والنوع الثاني إسباغ مستحب وهو ما زاد على ذلك بأن يأتي بالسنن المتعلقة بالوضوء من المبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية وتخليل الأصابع سواء كان ذلك في أصابع اليدين أم في أصابع الرجلين وإسباغ الوضوء فيه فضل عظيم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وإن بعض الناس قد يحصل منه نوع من التساهل في غسل الأعضاء الأربعة التي أوجب الله تعالى غسلها فقد يتهاون في غسل يديه إلى المرفقين فنظرا لكثرة الملابس التي يلبسها تجد أنه لا يعمم الطهارة على العضو سواء كان ذلك فيما يتعلق باليدين أو فيما يتعلق بالقدمين فالواجب على المر أن يراعي ذلك وأنه إذا لم يتم غسل هذه الأعضاء فإن وضوءه لا يصح وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة ومن الأحكام التي ينبغي للمرء أيضا أن يتفقها فيها ولسيما في فصل الشتاء ما يتعلق بأحكام التيمم والتيمم هو التعبد لله تعالى بضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين وقد شرعه الله تعالى لعباده وجعله بدلا عن طهارة الماء فقال عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فالتيمم مشروع في حالين الحال الأولى إذا كان الإنسان عادما للماء فإنه يعدل إلى التيمم والحال الثانية إذا كان يتضرر باستعمال الماء بأن كان الماء موجودا عنده ولكن يتضرر باستعماله إما بحدوث مرض أو زيادة المرض أو بتأخر البر وهذا هو الضابط في جواز العدور إلى التيمم مع وجود الماء أنه إذا كان يتضرر باستعمال الماء بأن خشي أنه لو استعمل الماء حصل له مرض أو كان فيه مرض ولكن يزيد مرضه أو يتأخر البر فحين إذن يعدل إلى التيمم والتيمم يقوم مقام الماء في كل شيء ولهذا جعله الله تعالى بدلا عن طهارة الماء في الحدثين في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر فقال فلم تجدوا ماء فتيمموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ومن الأحكام المتعلقة بالشتاء المسح على الخفين فإن غالب الناس إنما يمسح على خفيه في فصل الشتاء نظرا لحاجته إلى لبس الخفين والجوربين والخف هو ما يلبس على القدم من جلد ونحوه وأما ما يلبس على القدم من قماش أو صوف أو قطر ونحو ذلك فإنه يسمى جوارب وهي التي يسميها الناس الشرابات والمسع على الخفين ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل السنة والجماعة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن قوله وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان وأرجلكم وهي الموجودة في المصحف والثانية وأرجلكم بالجر أما على قراءة النصب وأرجلكم فهي معطوفة على قوله اغسلوا وجوهكم والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة وأما على قراءة وأرجلكم فهي معطوفة على قوله امسحوا برؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة وأما السنة فإن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض وقد أجمع أهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع ولهذا ذكروا في كتب العقائد المسح على الخفين لأنه مما خالف فيه أهل البدع والمسح على الخفين إنما يجوز بشروط أربعة الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ولا بد أن تكون هذه الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح أو تيمم فلو أن شخصا كان في البر وليس عندهما وحضر وقت الصلاة وتيمم ثم لبس خفيه فقد لبسهما على طهارة فإذا وجد الماء فلا يجوز له أن يمسح على الخفين لأنه وإن كان لبسهما على طهارة لكن هذه الطهارة هي طهارة تيمم وليس الطهارة ماء والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم وكذلك أيضا وكذلك أيضا توضأ ولبس الخفين ثم أحدث ثم مسح عليهما ثم خلعهما بعد المسح ثم أعادهما وهو لا يزال على طهارته فإنه لا يمسح عليهما لأن لبسه الثاني وإن كان على طهارة لكن هذه الطهارة طهارة مسح وليس الطهارة ماء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدهم ولبس خفيه فليمسح عليهما الشرط الثاني من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون طاهرين فإن كان نجسين لم يصح المسح عليهما لأن المسح تطهير والنجس لا يمكن أن يطهر بالمسح ولكن إذا كانت النجاسة التي على الخف نجاسة حكمية بمعنى أنه لبس جورما أو خفا وأصابته نجاسة فيجوز أن يمسح عليه ولكن لا يصلي فيه وإنما يستبيح به ما لا تشترط له طهارة القدم كقراءة القرآن ونحو ذلك الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى فالطهارة التي توجب الغسل لا يصح أن يمسح على الخفين لأنه ليس هناك شيء ممسوح في الطهارة الكبرى لا أصلي ولا بدلي إلا عند الضرورة وهي الجبيرة والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ياليه إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم الشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في المدة المحددة الشرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وابتداء المدة من المسح بعد الحدث فإذا أحدث ثم مسح فإن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث وإذا انقضت المدة والإنسان لا يزال على طهارة فإن طهارته لا تنتقض بذلك ولا دليل على انتقاض الطهارة من قضاء المدة لأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تزول عنه إلا بمقتضى دليل شرعي وليس هناك دليل شرعي يدل على انتقاض الطهارة من قضاء المدة وكذلك أيضا لو خلع الممسوح فإن طهارته باقية لأنه لا دليل على انتقاض الطهارة بخلع الممسوح فطهارته ما دام أنها قد ثبتت بجليل شرعي فلا ترتفع عنه إلا بدليل شرعي ونظير ذلك ما لو توضأ ومسح رأسه ثم بعد انقضاء الوضوء حلق رأسه فإن وضوءه لا يزال باقيا بالإجماع فكذلك في هذه المسألة وعلى هذا فإذا انقضت المدة وهو على طهارته أو خلع الممسوح وهو على طهارته فإن طهارته باقية ومن الأحكام المتعلقة بفصل الشتاء أعني التي يحتاج الناس إليها في فصل الشتاء هو الجمع بين الصلاتين سواء كان ذلك بين الظهرين أم بين العشاءين للمطر ونحوه فإذا حصل مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة فإنه يشرع الجمع ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ماذا أراد قال أراد أن لا يحرج أمته فدل هذا على أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع يكون مشروعا والضابط في المطر الذي يبيح الجمع هو المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة وأما الطل الخفيف الذي لا يحصل به مشقة ولا بلل للثياب فإن هذا لا يسوع الجمع وكذلك أيضا لا يجوز الجمع لمجرد التوقع فلو كانت السماء غائمة وتوقع أهل الفلك والأرصاد أن ينزل المطر ولكنه لم ينزل فإنه لا يجوز الجمع في هذه الحال لأن شرط الجمع لم يوجد والمتوقع غير واقع ومن المسائل المهمة المتعلقة بالجمع أنه لا يجوز جمع العصر إلى صلاة الجمعة فلا تجمع صلاة العصر إلى الجمعة لأن ذلك لم يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما الوالد هو الجمع بين الظهر والعصر والجمعة صلاة مستقلة ولأن سبب الجمع موجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يجمع ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا الحديث ولم ينزل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام فسبب الجمع موجود ومع ذلك لم يجمع ولأن هناك فرقا في الأحكام الفقهية بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة ومع وجود الفارق لا يصح القياس وهذا أعني عدم الجمع بين الجمعة والعصر لمن صلى الجمعة أما من لم يصلى الجمعة بأن كان مسافرا ولم يصلى الجمعة بل هو سائر في طريقه فيجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر ولهذا يخلط بعض الناس بين المسألتين فيظنون أنه لا جمع في يوم الجمعة بين الظهر والعصر وهذا خطأ وإنما الذي لا يجمع إلى العصر هو صلاة الجمعة أي من صلى الجمعة أما من لم يصلى الجمعة لعذر كمريض ومسافر فيجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر كبقية الأيام ومن الأحكام والآداب المتعلقة بالشتاء أيضا أنه ينبغي للمر عند نزول المطر أن يأتي بالسنن القولية والفعلية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فمن ذلك أن يقول عند رؤية المطر أول نزوله اللهم صيبا نافعا ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أي جعله صيبا نافعا للبلاد والعباد ولهذا قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهور لنحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة ومن الآداب أيضا عند نزول المطر أن يضيف نعمة المطر إلى الله عز وجل فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجوهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إث سماء كانت من الليل فلما انصر فأقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ومن السنن أيضا أن يحسر عن ثوبه وأن يتعرض للمطر حتى يصيبه ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه عليه الصلاة والسلام حتى أصابه مطر وقال إنه حديث عهد بربه أي أنه خلق الآن ولأن هذا من الفرح بنعمة الله عز وجل واقتداء وتأسيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الآداب والسنن أيضا أنه إذا كثر المطر واشتد وخيف ضرره أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون أودية ومنابت الشجر ومن ومنها أيضا أن يقول عند سماع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فقد فقد كان عبد الله ابن زبيد رضي الله عنهما كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ولم يثبت شيء من الأدعية والأذكار عند رؤية البرق لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ومن الآداب أيضا أن يحرص على الدعاء عند نزول المطر فإنه وقت فضل ورحمة من الله تعالى على عباده وهو مضنة لإجابة الدعاء ولهذا في حديث سهر بن سعد السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فنتاني ما تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر ومن أحكام المتعلقة بالشتاء أيضا أنهم قد يحصل من بعض الناس أنهم يصلون إلى النار فيصلي وفي قبلته نار وهذا مكروه عند أهل العلم رحمهم الله لما فيه من التشبه بعباد النار والمجوس والمراد بذلك إذا كانت النار لها لهب فالنار ذات اللهب هي التي يكره للمصلي أن يستقبلها وأما المدفأ الكهربائية ونحوها مما ليس له لهب فلا يكره للمصلي أن يجعله في قبلته لأن الأصل الإباحة والحل هذا ما تيسر بيانه وإراده من الأحكام والآداب المتعلقة بفصل الشتاء فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يديم علينا أمننا ورخاءنا واستقرارنا وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ورخاءنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين إنه جواد كريم بر رحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر